تميزتي بشعرك ما شاء الله طويل ومؤخرا بتعمليه كورلي فالبنات كلها بتسأل وبيبدو عجبهم جدا بيكي وصل لك الاعجاب ده انا بوصلهولك لو اش وصل لك جايلك جايلي او انا عارفة موضوع شعري من زمان بس طبعا شعري ما بقاش داي الاول يعني شعري كان قد كده خمس تلاف مرة يعني بس من كتر طبعا الشغل والاضاءة والواحد بيعمله كتير وكده اكيد تعب بيتأثر طبعا عن زمان ولكن لما بيقولولك عجبنا الكورلي فيكي وبتهتمي ازاي وبتعملي ايه انا بقول دايما جينات يعني انا اول ما شوفك اقول جينات مالوش علاقة انا صح ولا هو ما صح لا انتي صح صح كده ام بعملش حاجة والله كنت عارفة ايه لانه يحس انه لا دي بتحط حاجات معينة لا بتعمل حاجات معينة انا مليش خل احط حاجة اصلا ودي اجابة كافية وافية ايه بالزبط هي جينات تحافظي على بشرتك وشعرك يعني وراسة ماليش انا في يعني مفيش تركيز قوي في الكلام ده ومناسبة الحفاظ على البشرة انت في جتيتي بقى في الحتة انا بسكت فيها باتكلم اه بسكتش ما شاء الله من اول ما ظهرتي لحد دلوقتي انتي من الوشوش البابي فيس طفلة طول الوقت وحافظها ما شاء الله برضو مش عارفها هو حفاظ ولا جينات انتي تقول لنا بتحافظه ازاي يا جماعة لا هو انا ما بحطش ميكب نهائي لو ما فيش شغل يعني انا بحط ميكب في تصوير في برنامج في فرح فقط يعني ما عدا ذلك مستحيل احط ميكب يعني لا يمكن ولا روج حتى ولا اي حاجة بتحافظي بده بتعودة على كده يعني عارفها زهقت عشت عمري بحط ميكب فما مش 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 اللي هو خارجة في حطة اه لا احما لكن ما فيش اسرار بقى من جدتي ووصفة عمتي عارفة وفيش الكلام ده يعني بصفيني بيطلع على الوش على طول ده حقيقي والله ده حقيقي اه